أسلوب حياة بيوصلنا ويؤثر في قلب شريك حياتنا اللي أنا بمتنله فيشعر بالسعادة على فكرة الامتنان مش حاجة بس ممكن نقول إن هي حاجة كمان ممكن من قبيل الطرف أو من قبيل التحسينات الحياة لأ الامتنان جزء من الحياة الامتنان هو اللي بيزود النعمة والبركة والسكينة والرحمة والمودة في البيوت أو الله لو مش عارف ده شوف عدم الامتنان بيعمل في البيوت بيخلي كل ده مش موجود عارف الامتنان امتنان ساعد بيداول أوجاع ويخفف الضغوط ويريح البال الامتنان ده أثر وعجيب وكإني بشعر إن حضرت النبي كان بيأخذ بأيدينا إلى هذا الباب لما قال لنا من لم يشكر الناس لا يشكر الله وكإني إنت إذا إنت ما شكرتش الناس مش هتشوف نعمة ربنا فالامتنان زي ما قلنا بيداول أوجاع ويخفف الضغوط ويريح البال بيعمل أشياء كتير الامتنان ده وعشان كده لازم نكون منتبهين لمسألة الامتنان إنه ويريح البال ويحل كتير من المشكلات الامتنان يا سادة ضرورة مش بس ضرورة ده واجب شرعي في ظل التطور في الأدوار في طار الأسرة وازديادة ضغوط أحد تفسيرات إن تفضل المعاني الأساسية السامية في الحياة الزوجية هو العمل بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم يبقى البيت هيفضل المعاني السامية موجودة فيه إن كل واحد من فينا مقدر فضل التاني على بقاء هذا البيت وعلى إنه هو ركن وعمود من أعمدة هذا البيت